موسيقى بين غاضب ومرحب تشكلت أول نقابة للصحفيين في السودان بعد أكثر من ثلاثين عاما من منعهم من اختيار ممثليهم وفرض أسماء بعينها لتقود الجسم الصحفي في البلاد ولأول مرة منذ ذلك الوقت يقترع الصحفيون في خطوة تاريخية مثلت أول تجربة ديمقراطية في البلاد منذ الإطاحة بالبشير أثارت هذه الانتخابات موجة من الجدل والقلق خصوصا أن هذه النقابة لا تحظى باعتراف رسمي وجرت في ظل فوضى تعم البلاد في حين يراها كثيرون خطوة إلى الأمام ترسخ عودة للحريات بعد استيلاء الجيش على السلطة نناقش في هذه الحلقة الجدل حول هذه الانتخابات وقانونية النقابة كما نناقش احتمالية عودة النقابات ودور هذه النقابات في الحياة السياسية في البلاد أهلا وسهلا بكم غابت النقابات 33 عاما عن الحياة العامة في البلاد بسبب نظام الجبهة القومية الإسلامية الشمولي والذي قام بحلها بمجرد الاستيلاء على السلطة هذا الأمر أفرز جدلا واسعا حول شرعية انتخابات الصحفيين وتعريف الصحفي وحتى حول النتائج نفسها المزيد في التقرير التالي لثلاثين عاما مضت لم يعرف الصحفيون السودانيون طريقا للعمل النقابي بسبب قرارات أصدرها نظام الجبهة الإسلامية بحل النقابات فور استلام السلطة بانقلاب عسكري في العام 1989 لكن الثورة التي أطاحت بذات النظام في أبريل من عام 2019 مهدت الطريق لعودة النقابة ففي السابع والعشرين من أغسطس الماضي أعلنت لينة انتخابات نقابة الصحفيين فوز المرشح عبد المنعم أبو إدريس بمنصب النقيب بعد حصوله على مئتين وخمس أصوات من جملة ستمائة وتسع وخمسين صوتا المشاركون في العملية الانتخابية باركوا النتيجة لكن المقاطعين تمسكوا بأن الانتخابات تفتقر إلى الشرعية الداخلية وأن من شاركوا فيها لا يمثلون كل الصحفيين المسجلين في كشفات اتحاد الصحفيين الذي تم انتخابه في عهد النظام السابق والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف صحفي بحسب الاتحاد لكن داعم النقابة يردون بأن تلك الكشفات تحتشد بمجموعات من موظفي الخدمة العامة ممن لا علاقة لهم بالعمل الصحفي مجلس نقابة الصحفيين الذي باشر مهامه رسميا تنتظره بحسب مراقبين تحديات عدة أبرزها عدم صدور اعتراف رسمي من السلطات المختصة ومن بعض الاتحادات الاقليمية بالعملية الانتخابية بجانب عدم وجود مقر دائم للنقابة ما قد يعرقل عمل المجلس المنتخب أحمد يونس عضو لجنة الانتخابات حدثنا عن الأجواء التي جرت فيها الانتخابات ومرقبتها وضمانات الشفافية فيها والتعليق على الاتهامات التي طالت اللجنة المنظمة للانتخابات المزيد في هذه المقابلة منذ 33 سنة لم يشارك الصحفيين والسودانيين في انتخابات حرة ومباشرة وبالتالي الخطأ وارد لكن مسألة سقوط الأسماء هذه ليست مسؤولية لجنة الانتخابات لأن لجنة الانتخابات لا تملك سلطة إضافة عضو للجمعية العمومية أو حذف عضو الذين احتجوا علينا وجهناهم للجنة التمهيدية ومن أشارت اللجنة التمهيدية لأنه اسمه سقط سهوا تمت إضافته للسجيل نقول بكل صراحة لا علاقة لنا بالاتحاد القديم ولا نرقف أن نكون بديل له إذا كانت هناك تحالفات سياسية شاركت في العملية الانتخابية لجنة الانتخابات غير مسؤولة عن هذا لجنة الانتخابات لا علاقة لها بشكل الانتخابات التي جرت أو الاتهامات التي يمكن أن توجه بأن هناك انتماءات حزبية الغريب أن من يجهون هذه الاتهامات هما نفسهم ينطلقون من منصات حزبية يعني انطلاق من منصة حزبية لاتهام منصة حزبية أخرى هذا صراع سياسي لا علاقة للنغابة به ولا يجب أن تخضع له عليها أن تعمل من أجل تحقيق أهداف النغابة وتحافظ على حقوق الصحفيين والدافع عنهم والدافع عن الحريات وتتبنى قضية المعاطنين ولنقاش في هذا الملف نستضيف من الخرطوم محمد عبدالعزيز السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين ونستضيف أيضا رئيس تحرير جريدة المجهر السودانية ومن أبرز الذين قاطعوا الانتخابات الصحفي الهندي عز الدين ومن الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ أبدأ معك أستاذ محمد أنت الآن على رأس نقابة غير معترف بها رسميا ما الفائدة وكيف ستمثلون جميع الصحفيين في السودان بعدم وجود هذا الاعتراف السلام عليكم والتحية لك وليساعدة المتابعين والضيوف الكرام النقطة الأهمة التي يجب أن نتذكرها جميعا أن النغابة الصحفيين هي جسم طوعي يخدم الصحفيين وبمجب النظام الأساسي لديها ثلاثة غيام أساسية تقوم على المهنية والاستغلالية والتضامن نظام عمر البشير أو نظام الجبهة الإسلامية الذي أتى بعمر البشير في انقلاب تلاتين يوني تزع وتمانين نحن منذ بدايته إلى تجريف العمل النغابي وألغى النغابات وسعى لاحقا إلى تكوين أو الاستفاف النغابي بشكل جديد يخدم أغراضه ويعزز من بغاء النظام لذلك يمكن أن نقول أن نغابة الصحفيين أتت بعد غياب لأكثر من سلاسة أو سلاسين عاما بهدف أساسي هو حماية الصحفيين وصون كرامتهم وحرياتهم بشكل أساسي الحديث عن عدم شرعية النغابة وعدم الاحتراف بها هي كما قلت لك هي جسم طوعي اختار أكثر من ألف سلاسة ومئة صحفي أن يكونوا ضمنها واختاروا أن يسجلوا ضمن هذه العضوية وبموجب ذلك جرت العديد من الترتيبات على مدار أسابيع وأشهر طويلة حتى وصلنا إلى مرحلة الانتقابات وانتقاب الجسم الرسمي لذلك الشرعية في الأساس هي مزالة مرتبطة بإرادة الغائد الصحفية التي ارتاد أن يكون لديها نغابة تعبر عن مصالحها وتدافع عن حقوقها وحرياتها وكرامتها النقطة الثانية والمهمة أيضا هي تتصل بأن الاتفاقية 87 الاتفاقية المعنية بتنظيم العمل النغابي والتي صادغ عليها السودان خلال الفترة الانتقالية التي كان يغودها المدنيين والتي دخلت حيث التنفيذ فعليا في مارس الماضي هي تجوز التنظيم النغابي واتخاذ المجموعات المهنية المختلفة حول التنظيم النغابي كان يفترض أن يتم مواءمة هذا الاتفاق مع الهوانين الدولية ولكن انغلاب 25 أكتوبر غطى على الطريق نحو هذه المواءمة أستاذ ماهر في نظرك لماذا أثارت هذه الخطوة مع أنها وصفت بالتاريخية القلق بين الصحفيين وأستاذ محمد تحدث عن وجود أرضية وشرعية لهذه النقابة مرحبا بك ومرحبا بالضيفيك الكريمين ومرحبا بالمشاهدين ومشاهدات الكرام أنا في تقدير أن هذه الخطوة أثارت القلق لأن هذه الخطوة في حال حدوثها بكل تأكيد ستفتح الباب للنقابات ومجموعات أخرى لتأسيس نقاباتها لأن الوضع الذي كان سائدا قبل انتصار الثورة وإسقاط النظام البعيد كانت عملية النقابات مرتبطة بمسجل تنظيمات العمل وبالتالي هذه الخطوة قيامها وشرعنتها ووجودها هو فعلا يفتح الباب لتأسيس نقابات أخرى ظل النظام البعيد عبر واجهاته المختلفة يزعون لاستمرارها بطرق مختلفة بأن في ذلك توظيف السلطة هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية أن هذه الخطوة أهميتها هي تطبيق فعلي للاتفاق السبعة من الذي وقعت عليه الحكومة الاتقالية وبات ساريا منذ مارس في العام 2022. وبالتالي هذه الخطوة أيضا في تقديري هي أيضا تفتح الباب لنقابات أخرى كما تكرت للقيام بذات الأمر النقطة الثالثة وهي النقطة ترتبط بالواقع الصحفي. الواقع الصحفي ظل منذ حل النقابة الصحفيين السودانين بعد انقلاب 1989. كحالها النقابات الأخرى. أنشئت جسم جديد. أطلق عليه الاتحاد العام للصحفيين السودانين. هذا الجسم خلق مشاكل مرتبطة بمسألة الترخيص والسجيل المهنة بشكل رئيسي. كان في البداية هذا السجيل موجود عند مجلس الصحاف والمطبوعات. ثم لاحقا بعد تعديل القانون 2009 بات من ضمن خصاصات الاتحاد العام للصحفيين السودانين. هذا السجيل بشكله المشوى هو الذي جعل العضوية الخاصة بهذه المهنة تقفض إلى خمسة ألف أو سبعة ألف عضو. في حين العاملين في هذا القطاع لا يتجاوزون الألفين صحفي وصحفية. سواء كان ذلك في القنوات الإزاعات الصحف والصحف الالكترونية والوكالات وغيرها. وبالتالي هذه الخطوة أيضا ستفتح الطريق أمام تنقيح الأمر الذي كان موجود سابقا في وجود آلاف من الأشخاص لا يمارسون هذه المنى. لا علاقة لهم بها. وبالتالي هذا أيضا أمر مصير لمخاوف جهاد تريد أن توظف هذا الكم الهائل لخلق أمر واقع وكسب الانتخابات قبل أن تقوم. هذا هو في تقديل من الأسباب الرئيسية للقلق من هذه الخطوة. طيب هل تقلقون من الديمقراطية أستاذ الهندي؟ هل هذه هي تحفظاتكم الأساسية في هذا الموضوع؟ أم ما هي تحفظاتكم من تكوين نقابة في السودان؟ نعم. السلام عليكم. مرحبا بك. وبضيوفك الكرام وبمشاهدي قناة الحرة. النقابة هذه نقابة تمثل تكتل سياسي محدد. يمكن أن نسميها تمثل تكتل اليسار السوداني أو قوى الحرية والتقيير التي كانت حاكمة خلال الثلاث سنوات الماضية. فهي تقاطع القانون تتحدى الجهة الرسمية المسؤولة عن النقابات في السودان. قانون النقابات لعام 2010. غانون ساري. ظل ساري حتى في سلطة رئيس الوزراء المنصرف عبدالله حبدوك. سلطة الحاكمة التي تمثل قوى الحرية والتقيير خلال ثلاث سنوات الماضية لم تعدل هذا القانون. قانون النقابات الساري لا يعترف بنقابة المهنة. أي أنه ليس هناك نقابة أطباء أو نقابة معلمين. أو نقابة محاسبين. هناك اتحادات للمهنة. وهناك نقابات للعمال. يعني هناك نقابة عمال التعليم العامسة. ولكن هناك اتحاد المهنيين. هذه المجموعة من القطاع الصحفي. اجتمعت. شكلت جمعية عمومية. أجازة نظام أساسي. في نظام الأساسي للغرابة. غالت إن نقابة الصحفيين في المادة الثانية. أفتكر من هذا النظام الأساسي. قالت إن النقابة مسؤولة عن تنظيم المهنة في السودان. هذه مشكلتنا الأساسية معهم. أنهم نصبوا أنفسهم مزؤولين عن تنظيم المهنة في السودان. في نفس الوقت يقول لك العضوية اختيارية. من أراد أن يسجل إلكترونيا فليسجل. هناك سجل قديم. ظل موجود للصحفيين السودانيين طوال الأربعين سنة الماضية. فيه نحو خمسة ألف عضو. قد يكون لديهم تحفظات على بعض الأعضاء. يقولون إن بعض النظامين أعضاء في النقابة. وطبعا هؤلاء حصلوا على البطاقة باعتبار أنهم جلسوا لامتحانات الغيظة الصحفي. ونالوا البطاقة. ولكن فليكن ينبغي كان أن يكون هناك تنقيح في ظل الثورة. تنقيح للسجل الصحفي. وليس قيام سجل جديد. هناك الآن حديث سلبي كبير جدا عن هذا السجل. حتى 1300 نفر اللي سجلوا. هناك متدربات ومتدربين. قرأت خبر أمس أحد المرشحين لمنصب النقيب في هذه الإجراءات. قال إن هناك جزار يعمل مهنته جزار عضو في هذه النقابة. وصوت. ولذلك نحن اعتراضنا على أنها أغفل التاريخ كبير. أنا لدي تحفظ على التغرير نفسه. التغرير أوحى بأنه لم تكن هناك تشكيلات نقابية في السودان. أنها وليدت هذه الفرصة. هذا غير صحيح. إتحاد العام للصحفين السودانيين. رئيسه نائب. رئيس الاتحاد الصحفين العرب. وإلا تكون هناك غير شرعية. ليست هناك شرعية الاتحاد الصحفين العرب. سيكون معنا بعد قليل. وسيرود على هذه الأسئلة سيدة الهند. سوداني لصحفين السودانيين عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفين. وبالتالي هناك تعني بينكم على الاتحاد الدولي للصحفين. الاتحاد الدولي للصحفين. الذي أمريكا عضوا فيه. هل لديك أي رد سيد محمد على هذا الحديث الذي قاله التشكيك في أن اليسار هو من يقود هذه النقابة. وأنها غير محايدة؟ دعيني أشير إلى نقطة مهمة. يبدو أن الأستاذ الهند عزاد ديل لو دقوا معنا النظر غليلا في الغائمة الفائزة. لو وجد فيها بعض الأسماء المحسوبة على المجموعات الإسلامية. ولو دقوا النظر أكثر ونظر في غائمة المرشحين لمنصب النغيب أو الأكثر من 110 شخص. لو وجد فيهم من عناصر النظام السابق من هم يترشح أو من أعلن دعمهم. نعم. كلافتة المستغلين. فالحديث على أنها هي صنية على اليسار أو هي تحالف سياسي. هذا حديث غير دقيق ويقافي الحقيقة. يمكن الإشارة على سبيل المثال إلى الانتماء السياسي لأن نغيب الصحفيين. وحتى السكرتير العام كان لديهم انتماء حزبي أو غير هو من الأشخاص. ولكنها هي مجرد اتهامات مجانية. النقطة الثانية والمهمة هي لابد من التمييز بين النغابة وبين الاتحاد. هناك فرق كبير. تاريخيا عرف الصحفيين نغابة الصحفيين منذ أربعينيات الغرن الماضي. كنغابة للصحفيين تدافع عن حرياتهم. تعزز التضامن فيما بينهم. تصوم كرامتهم. ولكن بعدما جاء الإنغاز تحول الأمر إلى مزالة الاتحاد. وهو بشكل أساسي ركز على مزالة امتحان. يعني مجرد أن تجلس إلى امتحان يسمح لك بأن تصبح غضوا في هذه النغابة. ولذلك الأستاذ الهند عز الدين يعلم جيدا أنه هناك ضباط في الأجهزة الأمنية والغواطن النظامية. رؤساء ذات كرة غدم. أشخاص في مختلف المهن جمعوا بين الانتماء للاتحاد الصحفيين. ومهن أخرى لما جعل السجل يتضخم بهذا الحج. أما الحديث عن النغابة فهو أمر مختلف. هي نغابة معنية بمزالة صيانة الحقوق والحرميات. وصول كرامة الصحفيين. والتسجيل لها اختياريا. هو أشار إلى مسألة السجل. السجل حتى المعلومات التي أشار إليها هي معلومات غير دقيقة. ونحن تحققنا حتى في الفترة الغصيرة التي وصلنا إليها من الصحوال الاتحاد. حتى حديثه عنه هناك جزار جلس شارك في عملية التصويت. هو حديث غير صغير. ويمكن أن يرجع فيه إلى الشخص الذي أطلق هذا التصريح. لأننا تحققنا ورجعنا إلى الأمر. وجدنا أنه زميل صحفي. أجبرته ظروف العمل في مين أو أخرى. دعيني أكمل حديثه فقط لو تقرمت. فالحديثة عن هذه المعلومات هي معلومات غير صحيحة. ويمكن أن نرجع عليها. هي أبسط عناصر المهنية. هي الدقة والتحري المهنية فيما يغال. عموما في أول بيان صحفي صدر من مجلس الأربعيني أو مجلس نغابة الصحفين. أشار بوضوحه أنه سيتم فتح وتنغيح السجل كواحدة من أولويات العمل بالنسبة للنغابة الصحفين. وضحت أستاذ محمد. أن نتابع النقاش بعد الفاصل. ابقوا معنا. وينضم إلينا من اسطنبول الصادق الريزيجي. رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين. وهو اتحاد منحل. وهو أيضا رئيس الفدرالية الأفريقية للصحفيين. ونائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب. أهلا بك أستاذ الصادق. أن تتمثل جسما أو اتحاد يعتبره البعض امتداد لعقود من الاستبداد. فيه تعرض الصحفيون لشتى أنواع التضييق والانتهاكات في حقوق الإنسان. وتقييد الحريات الصحفية أيضا. كيف للصحفيين أن يقبلوا بما تطرحون بأن النقابة غير شرعية وخفيفة الوزن. وما إلى ذلك. على ماذا تستندون؟ أولا أنا لست امتداد لفقط الثلاثين عاما الماضي. أنا امتداد لاتحاد الصحفيين الذي تأسس في 1946. ولم يتأسس كنقابة. تأسس لأول مرة في عهد الاستعمار البريطاني كاتحاد للصحافة. ومنذ ذلك التاريخ هذا الاتحاد مرة عبر عهود مختلفة. بتجارب مختلفة. بمسمايات مختلفة. حتى انتهى إلى ما انتهى إليه. نحن عندما اعترضنا على هذا التكوين. على هذا النبط الشيطاني. هذه نقابة منبتة. لا تقوم على ساقين. إنما قامت على أساس واهن جدا. أنه لا يمكن لهذه المجموعة أن تحتج باتفاقية 87 من منظمة العمل الدولي. هذه الاتفاقية نفسها. نحن الذين دفعنا بها نحو الإجازة. ولا يمكن أن تقوم مقام القانون الوطني. إلا أن في نص هذه الاتفاقية أن القانون الوطني يسود دائما في تعارض بين هذه الاتفاقية والقانون الوطني. الشيء الذي نريد أن نشير إليه هذه الإخوة اللي جهلهم الفاضح بمسألة تأسيس الكيانات النقابية. أنك لا يمكن أن تعترض على القانون الوطني. وأن تنشئ هذه النقابة خارج حلبة أو دائرة القانون الوطني. لأنه لا يمكن أن تكيف هذا الكيان قانونيا. لا يمكن أن تنشئ شخصية اعتبارية لهذا الكيان. لا يمكن أن تفتح حسابات في المصارف البنوك بهذا الكيان غير الشرع بدون القانون. لا يمكن أن تقيم شراكات عمل بهذا الكيان المنبت. إذا قامت الدولة بالتوقيع على القوانين الدولية. فيجب أن تغير القوانين المحلية حتى تكون متوائمة مع القوانين الدولية. لا. هي أولا اتفاقية غير ملزمة. والقانون الوطني هو الذي يسود. هذا واضح حتى في نص الاتفاقية. لكن هذه هي ليست المشكلة. المشكلة أنك كيف تكيف هذا الوضع القانوني مع القانون الداخلي. كيف تعمل هذه الشخصية الاعتبارية؟ كيف تعمل هذه الشراكات للعمل؟ كيف تكون مقبولا في الاتحادات الغليمية والدولية؟ لأنها لا تقبل بك إذا أنت لم تكن مجازا قانونيا حتى من بلدك. فلذلك هؤلاء خلطوا ما بين حق التنظيم النقابي وحق التنظيم الذاتي الموجود في بعض البلدان. لا يوجد شيء خارج القانون. حتى في الدول الديمقراطية الكبرى في الولايات المتحدة في بريطانيا لا يوجد مثل هذا العبس لا توجد مثل هذه الفوضى. ما تحوّفكم الرئيسي منها يا سيدة الصادق؟ ليس لدينا تخوف رئيسي منها غير أنها تكوين انقسامي يهدف إلى تشتيت وتمزيق الجسد الصحفي. لأنه بهذه الخطوة التي عملوها أنا الآن أعلم هناك سلاسة مجموعات تسعى إلى تكوين نقابات بذات الشكل. عدم الاعتراب القانون الوطني وتشكيل نقابات كما يشاءون. الشيء الثاني أننا أصبحنا نخجل أمام العالم لأن تجربة الصحافة في السودان الممتدة التي عمرها أكثر من 120 سنة تجربة الصحافة في السودان أنها لا يمكن أن تختزل في هذا الكيان الضئيل في وزن الزبابة أو وزن الرشة كما يقال في الملاكمة. أنه لا يمكن لنقيب صحفين في السودان أن يفوز بمئتي صوت من هذا العدد الكبير من الصحفين. وأنا استمعت إلى الآخر الذي تحدث قبل قليل باسمه هذه النقابة المزعومة وزعم أن السجل متضخم. هذا لا يعلم أن كليات الإعلام في السودان تخرج كل سنة ما يغارب الألف طالب. الذين يجلسون لامتحان القيد الصحفي في السودان أكثر من 500 ممتحن. الذين يمارسون الصحافة بالاعتراف بالاحتراف عدد كبير كل عام. لدينا فقط في الخليج أكثر من 365 صحفي سوداني يعملون في دول الخليج. هؤلاء أكبر حتى من الجمعية العمومية التي انعقدت لتكوين هذه النقابة الممتدرة. فلذلك هذا الاعتراض موضوعي يقوم على أسس موضوعية. أستاذ الصادر أنتم متوقفون حاليا على العمل. ألا يحتاج السودانيون الصحفيون في السودان إلى جسم يمثلهم ويتحدث عنهم؟ طيب نحن وقفنا لم نتوقف لوحدنا ولم نتوقف بهوانا وقفنا بفعل حكومة الفترة الانتقالية برئاسة حمدوق وما يسمى بلجنة إزال التمكين وهو قرار غير قانوني وقرار غير شرعي نهضته حتى المنظمات الصحفية والدولية والنوزات النقابية ومنظمة العمل الدولي النفس التي آتت إلى السودان والتقت بنا ونحن الذين تحدثنا معه في إجازة التفاقية 87 لذلك حتى وقت قريب ظلت خدمات الانتحاد تقدم وتعالج بعض المعالجات في مسائل السكن للصحفيين أو مسائل التأمين الصحي ونحن متواصلون بحكم عضواتنا في الاتحادات والنقابات الدولية نحن متواصلون مع هذه النقابات أقمنا أكثر من دورة لتدريب الصحفين في السلامة المهنية متواصلون في منح الصحفين فرص للتواصل الخارجي وهذا كل دور نحن لم نتوقف عن العمل برغم أن قرار الحل الجائر لا زال ساريا ونحن تقدمنا بشكوى للمحكمة والآن المحكمة العليا نظرت في هذه الشكوى وحولتها للجنة المختصة وسيلغى قرار الحل ويعود الاتحاد إلى مزاولة عملي كما كان هذه الخطوة لم تكن خطوة قانونية نحن نهضنا هذه الخطوة ولذلك نحن نحتفظ بهذه الشرعية التي نمسلها طيب هناك من يقول أنكم أتيتم وتم تعيينكم ولم تأتوا للاتحاد برئاسة الاتحاد عبر انتخابات شرعية كيف تردون على ذلك أستاذ الصادق طبعا من يقول هذا هو جاهل جهل فاضح جدا الانتخابات عندما أقيمت انتخابات مفتوحة ترشح فيها عدد كبير من الصحفيين ترشح صحفيين من اتجاهات مختلفة حضر هذه الانتخابات عندما أقيمت في 2014 وفدي كبير من اتحاد الصحفيين العرب وفدي من الاتحاد الدولي وهذه الاتحادات إذا لم تحضر هذه الانتخابات لن تعترف بشرعية أي تكوين نقابي ولكن هناك من يشكك بنزاحتها أستاذ الصادق هؤلاء جهل لا يعرفون لأننا الانتخابات تمت في شهر سبتمبر 2014 السفارة أمريكية في الخرطوم كانت تتابع لأنها من الجهات التي تواصلت مع الاتحاد في ذاك الوقت بعثة الاتحاد الربي تواصلت مع الاتحاد في ذاك الوقت كل المنظمات التي تتواجد في السودان تواصلت مع الاتحاد الأهم من ذلك أن الانتخابات أن الانتخابات في السودان كانت تدار عبر قاضي كنتم المتحدث باسم نظام البشير السابق والمدافع عنه وبالنسبة لحقوق الصحفيين وحقوق الاعتقالات التي طالت الصحفيين نحن نحن الذين دافعنا عن الصحفيين نحن الذين دافعنا وأنا أذكر لك حتى من نغيب الصحفيين الصحافة المزعومة الحالي عندما اعتقل نحن الذين سعينا لإطلاق صراحة كل الصحفيين الذين اعتقل في الفترة الماضية بياناتنا موجودة بياناتنا لدى الاتحاد الدولي موجود مناهضتنا لكل أشكال العصف والإجراءات الظالمة ضد الصحفيين معلومة مواقفنا معلومة كل هذا معلوم لجميع لكن كما قال السازة الهندي قبل قليل هذا عمل سياسي وهذا تكوين سياسي وهذه مجموعة سياسية وهذه رابطة للعمل السياسي وليست لديها علاقة بالصحفيين ولا بحقوق الصحفيين ولا بالدفاع عن حرية الصحافة ونحن نعلم كيف تمويل هذا العمل الذي قام ومن الذي وقف وراء هذا العمل وهؤلاء الذين يدعون أنهم نقابة مستقلة أول من هنأ هي الأحزاب السياسية لا يمكن لنقابة صحفية مستقلة أن تكون مردوفة خلف الأحزاب السياسية ولا يمكن أن تكون هناك نقابة صحفية مستقلة تتلقى أموال من بعض الأطراف العسكرية داخل النظام الحالي الذي يدعون أنه يناهض والذين يتحدثون عن نقابة الجديدة هم الذين تعاونوا معنا حتى في اتحاد الصحفيين السابع شكرا لك رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين المنحل الصادق الرزيجي شكرا لك كنت معنا من اسطنبول عودة لضيوفي الكرام أبدأ معك سيد ماهر ما رأيك وأنا أتحدث بالتحديد عن النظام الأساسي هنا هل لدينا مشكلة سياسية هي من تقود هذا الخلاف في وجود نقابة سودانية جديدة شكرا جزيلا لكن قبل الإجابة على سؤالك يجب التعليق سريعا على ما ذكره السيد الرزيجي أنا لاحظت أنه يستخدم عبارات هي خارج السياقة الموضوعي ويستخدم وزن الريشة وزن الزبابة هذه عبارات هي ليست عبارات عوار هذه عبارات عبارات طبيعة السياسية في المقام الأول فعليا هناك وقائح حقيقية موجودة على الأرض أن هناك أكثر من 1300 صحفي هم جزء منهم الذين ذكرهم حتى في الخارج الذين استشعاد جزء منهم الآن هم جزء من هذه النقابة الشرعية الموجودة الآن هي ترتبط بالقبول للقاعدة الصحفية وليس هناك ما يدير أن يكون هناك أكثر من جسم نقابي لأن المعيار الرئيسي سيكون إلى أي جسم يميل الصحفين بشكل أكثر هذا جزء من التركيب الديمقراطي للمؤسسات النقابية النقطة الثانية وهي النقطة المفصلية والأساسية أن الآن نحن نتحدث عن وجود شرعي لجسم الخلاف الرئيسي ما بين مجموعة الاتحاد والنقابة الحالية أن الاتحاد بطبيعة التي هو ذكرها هي تفتح المهنة على مصرعيها لكل شخص يجلس على الامتحان للسجيل هذا الأمر هو الذي أنتج أن يكون هناك سجيل صحفي فيه أكثر من خمسة ألف صحفي وصحفية نحن نتحدث الآن عن من يمارسون المهنة الآن التعريف الوارد في النظام الأساسي هو تعريف يتسق مع التعريف الدولي للصحفي التعريف للصحفي هو الذي يمارس المهنة وليس هو الشخص الذي يحمل رخصة أو جلس الامتحان هذا الأمر هو أساس الجوهر الخلافي لأن إذا اتفقنا على تعريف الصحفي بشكل أساسي هذا الأمر سيحدد لنا أين هي الأكثرية وأين هي الأقلية ولكن فتح السجيل على مصرعيه لأي شخص شرطا أن يجلس الامتحان هذا كما ذكر أستاذ محمد عبدالعزيز جعل ضباط نظاميين وقلاء نيابة قضاء دبلوماسيين رؤساء أندية تجار في السوق غيره 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 يحملون رخصة ورس العمل وهذا بالتعريف الدولي غير صحيح الصحيح أن الصحفي هو من يمارس المهنة بشكل فعلي إذا هذه هي نقطة الخلافة الأساسية إذا تم تحرير نقطة الخلافة الأساسية وتم الاتفاق على تعريف لشكل للصحفي أو أنه هو الذي يمارس المهنة نكون قد انتقد لمحطة أخرى لكن لماذا يريد الأساسة الرزيق وممعه أن يجعل المهنة فطفاضة تستوعب آخرين لا علاقة لهم هذا الأمر البساطة هذا هو الأمر السياسي الأمر السياسي أن تستجلب عضوية ليست تتعلم علاقة بالمهنة لا شأن لها وبالتالي تستجلبها أيام الانتخابات لتفوز بها هذا ما كان يحدث في انتخابات 2004 النقطة الثانية وهي نقطة أساسية أن هذا الاتحاد نفسه الذي يتحدث عنه السيد الرزيقي مع الاحترام لو هو تاريخه الزمن يتفوضه وانتهى انتهى منذ سبتمبر 2011 قبل صدور قرار حل الاتحاد أو تجميده السؤال الآن لماذا لم يقوم الاتحاد المحلول بأي جراءات الانتخابات لأنه ببساطة هذا الاتحاد كان الاتحاد سياسي وبالتالي ديابة الحزب الحاكم جعل أمر إقابة انتخابات هو في عليا العمر المستعصي ولذلك هو في عليا جزء النظام مصابل طيب أستاذ الهندي المناخ السياسي تحدث عنه أستاذ ماهر لو كانت الانتخابات انتخابات النقابة كانت في ظل حكومة مدنية هل كنتم ستقاطعون هذه الانتخابات كما قلت لك أن هذه الانتخابات قامت بها مجموعة من الوسط الصحفي هو الآن يتحدث عن أن الحريات والديمقراطية الأخ ماهر فهمت من حديثه أنه يمكن أن تقوم نقابة أخرى يعني ليس لديهم رد على ماذا سيحدث لو اجتمع سلتمية ثلاثمائة صحفي ثلتمية صحفي وفعمية صحفي ممارس للمهنة اجتمعوا في دار إحدى الصحف وكونوا هذه النقابة نقابة جديدة ماذا سيحدث ونقابة ثالثة هذه النقابات غير معترف بها من السلطة المسؤولة الرسمية لا أقصد السلطة السياسية السلطة الفنية مسجل تنظيمات العمل ليست هناك دولة في العالم ليست لديها سلطة محددة فنية مسؤولة عن التشكيلات الاتحادات أو النقابات أو سميها ما شك هم يعتمدون على الاتفاقية السبعة والثمانين المادة تمانية في الاتفاقية السبعة والثمانين تقول بضرورة أن احترام القوانين الوطنية الآن في السودان هناك قانون نقابات لعام الفين وعشر قانون اتحادات مهنية لعام الفين واربعة تحدث عن أن السجل هو لممارسين هذا قير صحيح أنا أطعم في هذه النقطة أيضا السجل الجديد حتى الألف وثلثمية دي معشود بعدد كبير من المعشفين السياسيين غير ممارسين للمهنة لا نعرفهم غير صحفيين هناك عدد كبير من المتدربين من المتدربات هناك عدد من المحامين مهن كثيرة أنا أعرف عدد من الناس غير موجودين في أي صحيفة سواء ورقية أو كرونية فتحوا التسجيل لمواقع كرونية نفسها غير مهنية وبالتالي حتى الألف وثلثمية جسر هم غير ممارسين لهذه المهنة ولذلك أعتقد أن هناك فوضى سيكون هناك فوضى هل فعلا يمكن أن تفتح النقابة الحالية الباب أمام تجمعات أخرى هو فعليا مسألة النقابات هذه هي مسألة قائمة على الجانب الطوعي وكما ذكرت لك النقطة المفصلية هي مرتبطة بمن يحق له ممارسة المهنة هذه النقطة الجوارية وبالتالي إذا ما قامت نقابة فيها عشرة ونقابة فيها خمسة ونقابة فيها عشرين ونقابة فيها مئة ونقابة فيها ألف ستسمية بكل تأكيد الذين لديهم نقابات صغيرة في الآخر ستنزوي وستنتعي هذا هو الحال حتى في مسألة الصعوب الآن لدينا تحدد صعوب تحدد قنوات وإذا عاد لا يمكن أن تقول أنه لا يمكن أن تسمح بهذا الأمر في خاتمة المطافة الذي سيستمر هو القادر على تحقيق تطلعات وآمال ورغبات وخدمات للمجموعات النقابية المنتمية إلي هذه هي نقطة الجوارية ولكن التخويف بأنه يمكن أن يفتح الباب لفوضى هذا الجدل من العملية الديمقراطية من حق ناسا يكونوا نقاباتهم كما يريدون وإذا كونوا نقاباتهم هذه النقابة لم تعد مجدية أنا سأدرك هذه النقابة ولكن لماذا هم يريدون أن يتمسكوا بالاتحاد السابق ببساطة لأن الاتحاد السابق الأمر محصوم قبل الانتخابات هو صمم بكيفية سياسية بحيث أنه ونظر الذين قابوا بالتصويت وشاركوا الانتخابات هؤلاء هم العاملين والفاعلين في الوسط الصحفي والإعلام حقيقة ليس من بين ضباط في الأكهزة الأمنية أو موكلة نيابة وضحت قيوفي الكرام ابقوا معنا سنتابع النقاش بعد الفاصل أهلا بكم من جديد كاميرا بين نيلين التقد عددا من الصحفيين من المقاطعين وممن صوتوا في هذه الانتخابات واستطلعت آراءهم حول أسواء أسباب تصويتهم ومقاطعتهم وكانت هذه آراءهم لنشاهد معا تلعب النقابات دورا محوريا في إرساح حقوق العمال الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وبالتأكيد تشكل النقابات أساس الدموقراطيات للشعوب المتعطشة للدموقراطيات خاصة في البلدان الأفريقية والعربية شاركت في انتخابات نقابة الصحفيين لأهمية الصحفيين السودانيين لأهمية النقابة كجسم بيطلع بيدوره في المطالبة بحقوق المنتسبين ليه هو؟ يمكن النظام السابق أسس لحاجة يسمى نقابة المنشأة اللي هي لمن تجد طالع لأي صيعا ولا يضراب المدير كان بيفصلك لأنه هي يمكن تكون فرعية يعني في جزء في شركة أو في مؤسسة لكن الآن الشغل بتاع نقابة الصحفيين بيفتح الباب للنقابات المركزية الفئوية يعني المحامين بيكون عندهم نقابة مركزية الصحفيين والطباء وباقي الكينات كلها وده بعزز من الحراك بتاع الانتقال الديموقراط بدأ الصحفيين من قلال هذه النقابة يتلمسون الطريق الآن نحو بناء نقابة تكفل لهم يعني حماية المهنة حقوق العمل كل الصحفيين السوداني في الوقت الحالي هم بيتفعوا في الهدف والهدف هو تكوين نقابة للصحفيين تخدمهم وتخدم المهنة وتخدم الزملاء أنا لن أكون جزء منها لأنها قير قانونية وتحكمت فيها أحزاب سياسية جات وباركتها وهذه الأحزاب فشلت في إنها هي تدير الدولة في وقتها في مرحلة سلم الشعب السوداني الدولة كاملة نحن قطعنا الانتخابات النقابة الصحفيين لطرق مشروعة كان التسجيل للجمعية العمومية يتم عبر الإيميل وعبر الطرق نحن شككنا في هذه الطريقة باعتبار أنها تقحم كثير من الذين لا ينتمون إلى هذه المهنة وفيها كثير من السقرات شعرنا بأنه في ممارسات يعني بدأت تمارس من قبل مجموعة محسوبة على مجموعة من الأحزاب السياسية نحن بندافع عن مبدأ إنه لا لأيلولة النقابات لأي جهة سياسية النقابات تكون نقابات مهنية أهلا بكم من جديد أبدأ معك أستاذ محمد استمعنا لآراء الصحفيين عبر كاميرا بيني لين في الشارع ما هو الدور المنوط بالنقابة في المرحلة القادمة؟ هل سيكون حقوقي أم سيكون سياسي؟ أسمح لي في البداية نعلق على حديث الأستاذ الرزيقي لقد انقطع الاتصال منذ حديثه لما استمع إلى بغية المحزين لكن بعض حديث الأستاذ الهند عزدين وصل إلى مسامع بشكل أساسي يبدو أن الأستاذ الرزيقي نسى ما كان بشكل أساسي باتحاد الصحفيين الذي كان يقود الرزيقي كان عملية طبخه واحتماع الترشيعه كانت تتم داخل المكتب الغياد لحزب المحلول حزب المؤتمر الوطني عمليات الحجز والتحشيد كانت تتم بواسط المؤتمر الوطني الحزب السابق الأجهزة الأمنية نفسها كانت تقوم بصياغة مساغ الشرف الصحفي ويقوم الرزيقي بتسويقه وغيرها من الإجراءات لا نريد أن نتحدث عنها فجميعنا يعلم هذه الإجراءات النقطة الأهم أيضا لابد أن نشارع لأن السيد الرزيقي لم يعد متواجدا في السودان حاليا لسببين السبب الأول عنده تغاطعات مع جهات تمويل متصلة بالغيادات العسكرية نريد أن نخطفها لذلك هو يتحدث عن ما يعرفه وليس ما هو موجود على حقيقة الواقع من حاجة التمسيق لنعود إلى السؤال هو ليس معنا الآن ليرود على كلام قصة المحمد هذا هو التعام يمكن أن يقوده للمحاكمة طيب ما هو أطلق حديثنا فقط أريد أن يكون موجودا النقطة لعما يبدو أن نفهم بين الفرق بين النغابة والاتحاد ليس واضحا لديهم نحن نتحدث عن النغابة العضوية فيها تقوم على الممارسة وليس على مجرد امتحان يمكن أن ينجح فيه الشخص أو يفشد تحدث عن ممارسة وده الإسلوب المتبع حتى على مستوى العالم ككل يعني هناك تعريف للصحفي من المهم جدا أن تقوم النغابة بالاستجابة لتطلعات الصحفيين المعقولة ويبغل لإمكانياتها التأسيسية وتصون حرياتهم وتحفظ كرامتهم ولكن يجب أن نعلم جميعا أن الطريق إلى الغضايا المطلبية يمر عبر توفير الحريات الأساسية هل لديكم مقر أستاذ محمد؟ نحن الآن في نغابة تأسيسية ليس لدينا مغر ستكون هذه واحدة من الأولويات الغصوة بالنسبة للمكتب التنفيذي لنغابة الصحابين السودانيين وسنعمل على توفير هذا المغر في أغرب فرصة ممكنة هل ستحاولون أيضا النقابة ستحاول النائي بنفسها عن التجاذبات السياسية في هذه المرحلة سنغوم إضافة للحقل لإجابة سؤالك السابق سنغوم بالعمل على استعادة أصول نغابة الصحفيين والعمل على إرجاعها للاستفادة الغايدة الصحفية منها فيما يلي سؤالك أعتقد أنه من المهم جدا الإشارة إلى أن نغابة الصحفيين هي كما أنها تغوم بمزألة حفظ حقوق وحريات الصحفيين إلا أنها أيضا تدعم بوضوع تطلعات الشحب السوداني في بناء دولة مدنية دموغراطية هذا الأمر ليس مسار تجاذب وليس مسار نغاش هو مسألة محسومة أن النغابة هي تنحاز إلى تطلعات الشعب السوداني في بناء دولة مدنية دموغراطية أستاذ الهند برأيك ألا يشكل تكوين نقابة خطوة مهمة تلعب دور مهم في الحياة السياسية في السودان نعم تلعب دور مهم إذا قامت على أسس قامت على الشرعية قامت غير مخالفة للقانون الوطني وهي غير مخالفة للتشريعات الماثية في البلاد وهذا لا يحدث الآن الأخ محمد سكنتير النقابة تحدث عن أنهم سيقومون بالتأسيس سيستلمون دار الاتحاد السابق هذا لا يتأتى لهم السلطة الرسمية غير معترفة بهم مسجل تنظيمات العمل غير معترف بهم أنا صاحب الطعن في إجراءات النقابة والمسجل قال أنه لن يعترف بهم حدث وصدر تعميم عام لجميع البنك السودان البنوك العامة بأنه في العرف العام القانوني أنه لا يمكن لأي جمعية وطنية أو نقابة أو اتحاد أن تفتح حساب في أي من المصارف السودانية ما لم يصدر خطاب من مسجل تنظيمات العمل باعتماد هذه النقابة أو الاتحاد والتشكيل لا يمكن أن تقوم مقرات رسمية تتعارف عليها تصديق من السلطات المحلية لإقامة مقر رسمي ولذلك هم يواجهون مشاكل كثيرة لأن مخالفة القانون الوطني تعني مخالفة أشياء كثيرة كيف يمكنك أن تستلم دار الاتحاد السابق ومنقولات الاتحاد السابق السلطة الفنية والرسمية التي تسلمك هذه السلطة لا تعترف بما قمت به أنت قمت بإجراءات أهلية خاصة بك أنت قلت أن التزييل طوعي إذن أنت تخدم المنموعة التي صوتت لك التي شاركت أنت ليست لك علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة ليس هناك اعتراف وأريد للحقيقة والتاريخ أن أسجل تحفظ على حديث الأخ محمد عبد العزيز تحدث عن الأخ رئيس الاتحاد الصحافيين الصادق الرزيغي أنه مطلوب في أمر تمويل هذا غير صحيح الصادق الرزيغي غادر السودان لأن هناك بلاق من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هذا تشكيل سياسي كان يمارس دور جهاز الأمن في الأنظمة الشمولية كان يعتغل الصحافيين لجنة تفكيك نظام الإنغاز كانت تعتغل الصحافيين وكانت تمارس تضييق على الصحف وعلى الحريات العامة لكل من لا ترى أنه مؤيد للثورة ولذلك فتحوا فيه بلاق وطلبوا مسؤوله غادر البلاد بناء على هذا الأمر هل تعتقد سيد ماهر أن هذه النقابة بشكلها الحالي يمكن الاعتراف بها داخل السودان بصورة رسمية في القريب؟ من أجهزة أدخل هنا طبعا في تقدير التجربة النقابية في السودان في تأسيسها في الأربعينيات في بداية نعم نعم تجربة تأسيس النقابات في السودان في البداية كانت في الأربعينيات تواجه برفض من السلطات القائمة ولكن بمرور الوقت وسياسة ووجود وإصرار العاملين والعاملين في النقابات قامت هذه السلطات نفسها لاحقا بالاحترام بالنقابات الحقوق هي في خاتمة الأمر هي لا تأتي باحتمارها منها أو هدية هي النتائج التي تراكم لمواقف لأفعال في رؤية أو في منظور الذي أرى أرى أن المواقف الموقف الحالي الذي يعتبره الأستاذ الهندي يمكن أن ينطبق على النقابة بمعنى أن هذا الرفض الحكومي ما هو الآن لا يتحدث عن رفض من القاعدة الصحفية هو الآن يراهي على الرفض الحكومي لو كان يتحدث عن رفض القاعدة الصحفية كان هذا الأمر سيكون خطرا على استبرار نقابة ولكن لماذا اعتردنا الذي تعطى في النقابة هو أنا ومجموعة من الصحفين طعننا في النقابة أنت يا أصاذ الهندي لست عضوا في السجيل نعم أنا في تقدير أن المراهنة ما هي جهة شرعية التي تحدث من هو عضو ومن هو غير عضو أي خمسة أشخاص يجتمعوا ويحددوا من هو عضو ومن هو صحفي ومن هو غير صحفي هذه إجراءات أهلية لا تشبه زمن الحداثة والتطور الالتزام بالقانون لأن السورة تحدث عن الالتزام بالقانون وعدالة أنا اعتراض الرئيسة تفضل أستاذ ماهر أنا اعتراض أستاذ الهندي بأنك تأخذ فرصتك كاملة تقول فكرتك ولا أحد يقاطعك فأرجو أن تعطيني فرصتي كاملة أنا أتحدث بأن هذه النقابة طالما لديها قبول واسع لا أقول بأن هناك إجماع عليها هذا أمر واقع بأن هناك قبول واسع هذا القبول الواسع هو الذي سيخلق معطياب جديدة على الأرض سيتم بمجيبها في مرحلة ما تراجع الجهات الحكومية لأن الرهانة على الجهات الحكومية وحدها في ظل وجود إمكاني لتغيرات سياسية أو تحولات سياسية هذا الأمر سيكون قابل لذلك في تقديري أن هذا الأمر سينتأي في خاطمة المطاف للاعتراض بهذه النقابة باعتبارها تحظى بقبول واسع من الوسط الصحفي هذا الأمر سيتمتب عليه النقطة الثانية بأن هذا الإجراء سيتبعه إجراءات أخرى هو قبول غير واسع لأن النقيب فاز بمتين صور فكيف يكون قبول واسع النقيب فاز بمتين صور دعنا نقل هذا الحديث لأستاذ محمد أستاذ محمد هل تقومون بأي خطوات في هذا الاتجاه بأن تكون النقابة مسجلة ومعترب بها رسميا تفضل تفضل طيب دعني أصحح بعض ما أذكره الأستاذ في فرصته لأنه لم أغاطعه طيب صيد الرئيس السابق لاتحاد الصحفيين والذي انتهت إليته في 2011 قبل حتى غرار لينة التمكين واجه غضية نشر عندما كان الرئيس التحرير صحيفة محلية بعد أن اتهم شخص بتلغي تمويل والفساد وغيرها ويجراء غضية كانت أمام المحكمة ولكنه خارج من البلاد قبل أن يتصل المحكمة دعونا نتحدث في الموضوع دعو أصادق الآن ما هو توضيع النقطة الثانية ليس هناك حكم هذه الغضايا عادية نعود للنقاش حول النقابة أساد هذا ليس موضوعنا طيب الأستاذ الهندي يشير إلى المادة الثمانية من اتفاقية 87 ويشير إلى الفغرة واحد ولكنه يبدو أنه لم يسهب إلى السطر الذي يليها النقطة الثانية والتي تشير بوضوح أنه ليس من حق الدول الانتغاث من ضمانات هذه الاتفاق يحتاج إلى أن يعود إلى هذه النقطة مرة أخرى فيما يلي سؤالك أعتقد أن نغابة الصحفيين كما تفضلوا حتى الأصادة تواجه تحديات كبيرة ولكن هناك قدر كبير من الاتفاق هناك قدر كبير يمكن تراجع الفغرة اثنين في المادة الثمانية ماذا تقول؟ بالعودة إلى سؤالك نغابة الصحفيين تواجه تحديات كبيرة ولكنها في ذات الوقت تحظى بتأييد واسع من الغائد الصحفية الحديث عن أن انتخاب النغيب الصحفيين بمتين صوت وحديث يدعو للضحق لأن هناك أكثر من سبع أشخاص كانوا مرشعين حصلوا على العديد من الأصوات وفي ذات الوقت حتى في غائمة المجلس هناك من حصل على أكثر من متين وثمانين صوت فالمنافسة كانت شرسة هناك تنافس بين الغوائم الصحفية المختلفة إذا تحدثنا عن التنافس على منصب النغيب كان هناك أكثر من سبع أشخاص ترشعوا من بينهم أربع من المستغلين من بينهم سيدتان فالحديث عن أن النغيب حصل على متين صوت أو غيره وهذا حديث غير دقيق وغير عملي النقطة المهمة ما الذي تقومون به سيد محمد الآن هناك خطة عمل واسعة لا يساعد الحديث عنها حاليا لأنها لم تخضع لنغاشة المكتب التنفيذي والذي سيكون بعد لحظات من الآن أستاذ محمد هل في نظرك سنشهد عودة والتي سيجري أو هل ستؤثر هذه النقابة على أن نشهد في المستقبل عودة للنقابات في السودان باختصار إذا سمع ما من ذلك شك ستكون نغابة الصحفيين هي رأس الرمح في عودة الحراك النغابي الدمغراطي للسودان وستلعب دور كبير في مساندة التجمعات النغابية يمكن الإشارة إلى أن الأطباء لديهم تحرق غدا ويجد التأييد والمساندة من نغابة الصحفيين المتخب الدمغراطي وضحت أستاذ الهندي هل سنشهد عودة للنقابات في المستقبل القريب في السودان نعم هي أصلا نغابات غير موجودة الآن نغابات موجودة أكبر نغابة في السودان هي نغابة عمال التعليم العام ونغابة عمال التعليم العام هي الذي عينت الغياد بقوة الحرية والتغيير أحمد ربيع مدير لمستجفى هذه النغابة هذه أكبر نغابات موجودة لا تضلل الرأي العام السوداني والمحلي أنا المحلي والأجنبي والدولي أنا أفتكر هذه النقابة حركتها ستكون محدودة جدا سيقوم اتحاد الصحفيين المحكمة العليا ستصدر قرار دعني أنقل السؤال لأستاذ ماهر عدم دستورية إلقاء الاتحادات وبالتالي إذا عاد الاتحاد العام للصحفيين السودانيين ومارست لجنة تسهير وصلت الفكرة سيدة الهندي السؤال نفسه لأستاذ ماهر حركة هذه النقابة ضعيف جدا ومحدود باختصار أستاذ ماهر هل سنشهد عودة للنقابات في الفترة القادمة هل ستكون هذه النقابة هي البداية أم أن النقابات أصلا موجودة تفضل لا في تقديري أن هذه الانتخابات متضطة بانتخاب نقابة الصحفيين السودانين ستفتح الباب لعودة نقابات أغرى حتى في حالة عودة ما يسمى بالاتحاد العام للصحفيين السودانين هذه النقابة ستكون موجودة فاعلة مؤسرة وسيكون الخيار بعدها في الجهة الفعلية التي تمثل الصحفيين وفقا للتعريف الدولي العاملين في الميناء وليس الصحفيين بالتالي هذا الأمر المشروع قد يكون الجسمين موجودين ولكن في خاطمة المطاف الجسم الذي سيحظى بالقبول هو الذي يعبر فعليا عن القاعدة العاملة في الوسط وضحت الفكرة شكرا جزيلا لضيوفي الأهزاء كان معنا من الخرطوم السكرتير العام لنقابة الصحفيين السودانيين محمد عبد العزيز والهند عزدي الرئيس تحرير صحيفة المجهر السودانية والصحفي والمحلل السياسي ماهر أبو الجوخ وشكرا لكم أعزائي المشاهدين ولمتابعتكم يسعدنا أن نتلقى استفساراتكم على عنويننا الظاهرة أمامكم في أسفل الشاشة كما يسعدنا أن تنضموا لنا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي طبتم وطابت أوقاتكم وألقاكم في حلقة أخرى وحتى ذلك الوقت أستودعكم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة